في استعراض سياسيا جديد شعاره السيادة الوطنية وتحرير العراق وحقيقته خلق أزمة قد يحرق يابسها أخضرها شن نواب في الإطار التنسقي هجوما شرسا على شركائهم بالأمس حيث تصاعدت حدة التصعيد من خلال الجيوش الإلكترونية والمنصات الإعلامية وكان المتحكم بها هو ذاته الموجه للبوصلة ورغم تصويت البرلمان في الخامس من يناير من عام 2020 على إخراج القوة الأمريكية وتحديدا عقب اغتيال سليماني والمهندس إلا أن البرلمان فشل بعقد جلسة جديدة لاتخاذ ذات القرار والسبب هو عدم اكتمال النصاب وفي رد على كسر نصاب الجلسة كشف النائب عن الإطار مصطفى سند عن تشكيل لوبي من بعض النواب الشيعة لكسر نصاب جلسات اختيار رئيس مجلس النواب المقبلة فضلا عن منع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة الإقليم الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول أما النائب فالح الخزعلي صرح ببقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان حتى نهاية الدورة داعين القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق أن لا يفكروا في الرئاسة قائلا مثلما كسروا النصاب سنكسر رئاسة المجلس وكأنها مرحلة لكسر العظم للنصاب اشتركوا في القناة